اشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس وان كنت من متابعين لا تبخل علينا برأيك في التعليقات السبات بدأ تداول هذا المصطلح في اواخر القرن السابع عشر كاشارة الى حالة السكون في بيض الحشرة والنبات بينما لم يطبق على الحيوانات الا في بداية القرن الثامن عشر والسبات الشتوي ليس مجرد راحة مؤقتة فقط بل هو ضرورة للبقاء على قيد الحياة فبعض الحيوانات تتطور وتتكيف فقط مع فترات معينة من السنة وبئة خاصة ولكن عندما يصبح الغذاء نادرا وتتغير درجات حرارة التقصي يصبح من الصعب عليها العثور على مصدر الطاقة الذي يولد لها حرارة جسمها ويشاغل اجهزتها الحيوية فيكون السبات هو الحل لمواجهة الظروف القاسية وخصوصا في المناخات الشمالية ولا تتخيل ان هذه المرحلة هي مجرد غفوة طويلة المدى بل فيها من المعاناة للحيوان ما يكفي ويعود ذلك الى التغيرات الشديدة التي تحصل للجسم بداية من تباطئ معدلات ضربات القلبي ومعدلات التنفس والتوقف لأسابيع عن الأكل والشرب وغيرها من بديهيات العيش ويرتبط السبات او النوم الطويل بالثاديات خاصة التي تشمل الخففيشة القوارض الدبابة وغيرها من الحيوانات ذات عادة النوم الغريبة حيث سنذكر منها اكثرها طرفا ولكن قبل ذلك هل يمكنك ان تتخيل مخلوقا ميتا عاد للحياة؟ لا تستغرب فتلك حقيقة علمية انه ضفدع الخشب الذي يعيش في ألسكا فرغم تجمده طوال الشتائي يعود للحياة مرة أخرى بمجرد حلول فصل الربيع فخلال أسابيع السبات الشتوي يكون أكثر من ستين بالمئة من جسمه متجمدا كما يتوقف تنفسه وكذلك نبض قلبه ليكون بذلك في حالة موت وتساعله أحدى مواد أنسيجته في استعارة حياته لاحقا أما الدبابة أشهر حيوانات السبات فتنام لمدة قد تصل سبعة أشهر ينخفض فيها معدل ضربات القلب لديها وكذلك تنفسها فتجدها تأخذ نفسا واحدا كل خمس وأربعين ثانية تقريبا وقد تسأل البعض عن كيفية حماية نفسها أثناء السبات المميز أن الدبابة لا تنخفض درجة حرارة أشهرها مثل بعض الحيوانات الأخرى بحيث يكون جسدها جاهزا للأحماء والتحرك فورا حال الشعور بأي خطر يهددها أما بالنسبة للتغذية فالدهون التي تتراكم داخلها خلال الصيف والخريف عادة ما تكون كافية لحاجيتها الغذائية لعلكم سمعتم عن المشي أثناء النوم أو الأكل لكن ماذا عن الولادة أثناء النوم؟ إنه السر الصغير المتعلق بسباة أنثى الدبابة فهي قادرة على منح الحياة لكائن بداخلها وهي متوقفة عن الأكل والشرب ومن ثم تقوم بالاستقاظ قليلا لإنجاب طفلها ثم العودة فورا إلى مرحلة النوم ولا تستغرب إن لاحظت مع بداية الربيع وحشية مفرطة للدبابة تجاه البشر فهي ردات فعلا طبيعية بسبب أحساسها بالجوع ومثل الدبابة تقوم الخفافيش بتخزين دهون في أجسامها قبل أن تبدأ في إبطاء نشاطها والدخول في سبات شتوي داخل الكهوف أو المناجم أو الآبار القديمة ويمكنها إن تعيش تلك الفترة ما بين خمسة وستة أشهر معتملة على بعض جرامات فقط من الدهون المخزنة في أجسادها لكن على العكس الدبابة فإن الخفافيش تدخل في حالة نوم عميق حقيقية تأخذ خلاله نفسا كل ساعة ولا تستيقظ إلا للضرورة أما السناجب فبدلا من استهلاك مخزون أجسادها تستيقظ كل بضعة أيام لتتغذى مما خزنته وترفع درجة حرارة جسدها للمعدل الطبيعي لكن مع ارتفاع درجة حرارة الشتاء بسبب الاحتباس الحراري أصبحت السناجب في المناطق الأكثر دفئا أقل عرضة للسبات ألمان أن تلك التي تتبع إجراءات السبات العادية تتمتع بنحو 87% من معدل البقاء على قيد الحياة شتاء في حين أن تلك التي تظل نشطة من شبه المؤكد أن تموتاه بحلول الربيع رجح الباحثون أن يكون البشر أيضا قد مروا بالتجربة وذلك من خلال دراسة نشرت في مجلة أنتروبولوجي تتحدث عن دخول الإنسان البدائي بدوره في السبات الشتوي واعتمدت هذه الدراسة على رفاة بشرية تم العثور عليها في مغارة سيماديلوس ويسوس في منطقة أتابوريكا جنوبية إسبانيا ووصفت هذه المغارة بالمقبرة الجماعية لأنها كانت تضم عددا كبيرا جدا من الرفاة البشرية عندما عثر الباحثون على آلاف الأسنان وقطع العظام التي يبدو أن هدفنت بشكل متعمد في المكان ويعود تاريخ الرفاة إلى أكثر من أربعمائة سنة أي في حقبة الإنسان البدائي أحد أنواع جنس هومو الذي استوطن مناطق عدة من الأرض لاحظ الباحثون سمات مشتركة بين رفاتهم وبين عظام حيوانات السبات الشتوي وبالتحاليل تم اكتشاف أن نموها قد توقف لفترات تقدر بالأشهر بشكل غير طبيعي وهو معتبر كبرهانا على السبات البشري لأسابيعه وربما أشهر ويرجح الباحثون أن يكون نوم الإنسان لفصل الشتاء كاملا قد حصل قبل مئات الألاف من السنين فما رأيكم فيما ورد ذكره؟ وهل من معلومات إضافية حول الموضوع؟